الفساد عارض أو طارع لا يمكن أن يكون نظام على الإطلاق نهائي هو ما ينسميه نظريا فوضى وبالتالي هو عادة يأتي في فترات الفجوات الأسرية أو فترات الفراغ هو لا شك طبعا يعبر عن أيضا مفهوم حتى المؤامرة أيضا هناك لا يمنع أنه ممكن يكون هو أيضا يستخدم للمؤامرة لكنه هو طارع لا يمكن أن يكون نظام ولا يمكن أن يكون اعتياد اليوم كيف تشوف أنت مستوى الذائقة الفنية في العالم العربي في الخليج في السعودية يتغتل في المسألة؟ نعم ما في شك الأساليب الفنية الأساليب الأدبية التيارات بشكل عام المبدعين عددهم تمركزهم الوسائل التي تخدمهم وسائل عرضهم هذه كلها طبعا تشكل ذائقة مجتمع في فترة معينة في مرحلة معينة عبر وسائل أيضا معينة ما في شك طبعا وممكن أيضا هذه تجني على المجتمع يعني إذا عودناهم على الجمال الدائم أو على الأقل إذا كثر أو بالغنا فيه يتحول إلى عبء عبء جمالي يعني فيصير فيه مشكلة أيضا في تقبل أي حركة جديدة فيما بعد يعني يصير فيه صعوبة في تقبل حتى المختلف المختلف حتى بالزمن أو بالجيل يصير فيه أيضا حتى صعوبة في تقديم النفس يعني المبدع الجديد كيف يقدم نفسه المبدع الجديد كيف تقدم نفسها يعني ممكن يكون عبء عادة التوازن بالأمور هذه تأخذ فترة بعد ما تنتهي حالة الضجيج أو حالة المعاثرة ترشح الأمور فتتضح الرؤية